دي الكمكال بتاع النايترو جليسترين طبعا شايفين ان الجليسترين اللي كان مفروض هنا في O-H نتشارة الاتشات وتحط NO2 دي الاتشات اللي بتمثل التحضير بتاع النايترو جليسترين بنقوم باضافة ميكسشر من ال-HNO3 وال-H2SO4 المخلوطين مع بعض بناسبة 1-to-1 بنضيفهم على الجليسترين او الجليسترول فبينتقل لنا نايترو جليسترين زي ما هنشوف دلوقتي طبعا في اسم تاني للنايترو جليسترين وهو 1 و 2 و 3 تراي نايترو اكسي تراي نايترو جليسترين تمام هنا هي هتقوم بوضع 10 ميلي من الفيومينج سالفوريك اسد وهتحطهم في IFPAS عشان تحافظ على سبب درجة الحرارة بعد كده هتضيف 10 ميلي من النايترك اسد طبعا الرياكشن ده طارد الحرارة فهتتأكد باستمرار انها بتجدد التلق علشان تسبب درجة الحرارة عند 10 درجات مقوية فتضيف بعض النقاط من الجليسترين وتسيب التفاعل يحصل لمدة 30 مينتس بعد كده هتصد المحلول في بيكر تاني في ice cold water فهيتدي ترسب النايترو جليسترين بعد كده هتديك صوديوم باي كربونيت عشان تعادل الاكسيس من الاسد وتبتدي تسحب النايترو جليسترين اللي تكون بواسط الدروبر طبعا النايترو جليسترين هو المادة الأساسية في تكوين الديناميت ونشوف بعد شوية تجربة لتأثر النايترو جليسترين بالفريكشن هنا هنشوف تجربة بسيطة للطرق على بعض القطرات من النايترو جليسترين هنا هنشوف حسية النايترو جليسترين للطرق والانفجار اللي بيحدث بسبب الطرق عليه هنا بيحط فلتر بيبر وبيفتح طبعا النايترو جليسترين بهدوء وبياخد منها بعض القطرات ويحطة هالفل تربيغر ويحطة هالفل تربيغر وهيجب مسرقة وهيطرق على النايترو جليسترين وزي ما احنا سمعين طبعا السجر كبير تربيغر اشتركوا في القناة